بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال الثلاثة اليوم نستكمل وإياكم حديثنا عن مخرجات مشروع شركة الطيران نحن في هذا المشروع ذكرنا أنه مشروع الأخير وهو الإدارة الناجحة لشركة الطيران ذكرنا كيف ندير الطائرات لكي نظهر بأفضل صورة ممكنة من حيث التكاليف ومن حيث الربح ذكرنا سنستخدم أداة سولفا في ذلك ستساعدنا في تقليص التكاليف إلى أدنى حد من خلال فكرة الماين وهي أقل تكلفة والماكس كما ذكرنا سابقا وهي لأقصى ربح إذا لابد أن نضيف أيضا القيود وفي النهاية سنصل إلى تقرير ومن ثم بإمكانك إعداد عرض بوربوينت حول المشروع ذكرنا أيضا هناك بعض المعطيات في هذا المشروع وأيضا مخرجات تحدثنا عنها في ما يتعلق في الدرس السابق ذكرنا قد تعمل عليها يدويا الآن نود أن نتحول من الأمر اليدوي إلى أداة سولفا إلى أداة سولفا نحن ذكرنا عملنا يدويا نلاحظ أن قد يكون هناك استغلال لبعض الطائرات نلاحظ النسبة المئوية في بعض الوجهات بلغت 88% 96% 90% هناك وجهات 19% وبالتالي هناك هدر في هذه الطاقة وبالتالي لابد أن نقلص عدد الطائرات كذلك هناك النسبة التي تليها 97% قد تكون مناسبة هناك 67% إذا قرابة 30% لم تستخدم من الركاب لو نظرنا أيضا إلى النسبة المئوية للمستغلة من قدراء الشحن هناك جميع الطائرات أو جميع الشحن بلغ نسبة الاستخدام 30% وبالتالي هناك 70% من طاقة الشحن غير مستغلة إذن ستساعدنا أداة سولفا على تحسين هذا الأمر والوصول إلى الطاقة أو التنظيم المناسب لمسارات الطائرات سنقوم بالانتقال بالتأكيد وقبل ذلك إذا أردنا تعديل أو نسميها نقل أو نسخ ورقة جديدة بحيث نعمل عليها من أداة سولفر لكي لا يذهب العمل اليدوي الذي عملنا عليه إذن بإمكاننا نقل وإنشاء نسخة سولفر نسميها سولفر وبعد ذلك أصبحت لدينا سولفر هذه هي سنقوم بالعمل عليه إذا أصبح لدينا ورقة عمل يدوية ورقة أخرى سنفعل عليها أداة سولفر كما تعلمنا سابقا بعادة تسمية بإمكان نسميها من خلال الزر الأيمن ومثم إعادة التسمية إذا أردنا سولفر كما تعلم نحن ضفناه وبالتالي هذه هي أداة سولفر إذن ما هي الخلية التي سنعمل عليها أنا حددناها باللون الأزرق هي بالتأكيد الخلية التي فيها التكاليف N29 سنبحث في البداية عن تقليص التكاليف إذن سنستخدم الخلائل المتغيرة وكذلك سنستخدم الماين سنقوم باختيار الماين وليس الماكس الماين بحكم أن نبحث عن أقل تكلفة سنحدد الخلايا المتغيرة التي سنعمل عليها ما هي الخلايا؟ هي ما يتعلق في التكاليف أو ما يتعلق أيضا في عدد الركاب أو لكل طائرة أو أنواع الطائرة عفوا وعدد الركاب بالتأكيد هو مرتبط بالنوع إذن حددنا هذه الخلايا إذن نتأكد أيضا أنها على GRG هذه هي الخيار وأيضا أنها لا يوجد طاقة سلبية وبالتأكيد سنحدد السيمبل LG كما هو معطى لدينا في المقرر بعد ذلك ننتقل إلى إضافة القيود قيدا بعد قيد إلى أن نصل إلى جميع القيود التي تم إعطائك من قبل إدارة الشركة لكي تصل إلى إجمالي التكاليف أو أدنى إجمالي للتكاليف من هنا أد سنضيف القيود في أداة سولفر نبدأ في القيود نحن لدينا بعض القيود التي لا بد أن نضيفها في أداة سولفر فمثلا إذن هذه الخلايا لابد أن تكون عدد صحيح إذن هذا قيد لا يمكن أن تكون نصف طائرة أو نصف طائرة ونصف إذن لابد أن نحدد القيد أن كل هذه الخلايا عدد صحيح هذا هو أول قيد قمنا بإضافته أيضا لدينا قيد آخر وهو هناك أن لا يكون هناك قيمة سالبة إذن نحدد هذه الخلايا من F22 إلى I28 تساوي أو أكبر من الصفر إذن لا يمكن أن يكون سالب طائرة أو طائرتين بالسالب إذن إما أن تكون صفر أو أكبر أيضا لابد أن نضع عدد الطائرات المحدد لنا بحيث لا يضع عدد أكبر من العدد المتاح للطائرات إذن سنحدد أن لدينا أعداد الطائرات إذن سنضع هذا القيد وبالتالي هي معطى لنا من الثوابت البيانات لكل طائرة هي 15 للبوينغ أو البوينغ وأيضا كل طائرة لها عدد قيد الخدمة 15, 18, 12 و 5 طائرات إذن وضعنا هذه القيمة الثابتة وضعنا أن لا يمكن أن يكون لدينا 16 طائرة بوينغ بحيث لدينا فقط 15 هي قيد الخدمة وبالتالي نحدد لهذا القيد لأداة سولفر لكي لا تتجاوز هذا الرقم نتأكد من تحديد الخلايا بشكل صحيح وأيضا تحديد القيمة بعد ذلك بالنقر على آد نضيف هذا القيد ننتقل لقيد آخر كذلك معطى لنا لدينا قيد آخر يتعلق بالتأكيد في إجمال الطاقة الاستيعابية إذن لا يمكن أن تتجاوز المئة بالمئة أيضا هذا هو قيد من القيود وبالتأكيد سنقوم بإضافة هذا القيد إذن جيد 29 حتى آي 29 سنحدد هذه الخلايا إذن لا بد أن تكون أكبر من أو تساوي دي 22 إلى دي 28 سنقوم بتحديدها لا بد أن تكون أكبر أو يساوي هذه الحجوزات لا يمكن أن تكون أكبر من الحجوزات نحن ذكرنا لا بد أن تتجاوز إما نفس الحجز أو أقل لا يمكن أن تكون نسبة أكبر من 100% لذلك حددنا حينما تغيروا حجوزات لا بد أن تكون طاقة استيعابية أقصى رقم هو 100% بمعنى أن يساوي رقم الحجز إذن لا يمكن للطاقة الاستيعابية أن تكون أكبر أو الحجوزات لا بد أن تكون بحجم الطاقة الاستيعابية أن تكون أكبر لدينا قيد آخر وهو أيضا ما يتعلق في من L22 إلى L28 وهو أيضا الطاقة الاستيعابية للشحن لا يمكن أن نشحن أكبر من الطاقة الاستيعابية إذن نحدد هذه الخلايا أن تكون أصغر من أو تساوي أو عفوا أكبر من أو تساوي عدد الحجوزات للشحنات اليومية إذن إذا كان لدينا طائرة تتسع إلى 400 لا يمكن أن نشحن 500 إذن لابد هذا هو مفهوم القيد إذن بذلك أضفنا جميع القيود الآن هذه هي القيود الخمسة التي لدينا بعد ذلك نتأكد أنها على الماين لتقليل التكلفة وأيضا نحدد non-negative بمعنى لا يوجد قيم سلبية بعد ذلك سنقوم بالضغط أو نقر على solve ليظهر لدينا الحل وبالتأكيد هناك خيار كما ذكرنا هو من إعدادات نتأكد أنها هي خمسة بالمئة بدلا من واحد بالمئة هذا هو الرقم إذا كان لدينا خمسة منها سنقوم بتعديل إلى أن نصل إلى الرقم الذي تم إعطاؤنا إياه من قبل الإدارة بعد أن نتأكد من هذه الإعدادات إذن سنقوم بالنقر على هذا الإعداد كما هو لدينا موضح بعد ذلك نقوم بالنقر على solve ومن ثم ستجد لنا solve الحل إذا قمنا بإيجاد الحل سيظهر لدينا بالتأكيد الأرقام التي تفيد في استغلال الطاقة بالشكل الأمثل بما يضمن أقل تكلفة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر